وفي سياق ناقر التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعضو المجلس على حاكم الشارقة صباح اليوم رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للفن الشعبي وذلك بمكتب سمو الحاكم وأشار سموه إلى جهود الشارقة في العديد من المجالات الثقافية وشؤون التراث الشعبي وفنونه ودعم الإمارة للجهود العالمية لمختلف المؤسسات في مجال حماية التراث الإنساني بمختلف أنواعه والتعاون مع المنظمات التي تعمل على حماية الفنون الشعبية والتراث في مختلف أنحاء العالم واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على الجهود العالمية للمنظمة في حفظ ونشر هذا الجانب الهام في التراث الثقافي الإنساني وتعرف سموه على المشروعات المستقبلية التي تعمل عليها المنظمة في المنطقة والفعاليات المختلفة التي تنوي تنظيمها من جانبه ثمن علي عبدالله خليفة رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي جهود الإمارة في مختلف مجالات التراث ودعم المؤسسات التي تعمل المحافظة عليه مشيرا إلى أن المنظمة تسعى لأن تكون الشارقة مركزا رئيسا لأعمالها وأنشطتها في حماية التراث الشعبي وصيانة تراث الثقافي غير المادية وأتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام اللقاء هدية ذكارية من المنظمة الدولية للفن الشعبي قدمها علي عبدالله خليفة رئيس المنظمة حضر اللقاء سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد شارقة للتراث وعدد من المسؤولين اشتركوا في القناة